ارفون زيانا بولدار صدمة بمصاب أبوها يعيد بصدمتها بمصاب أخوها الحسن ومعلمة واليوم النوطان يحرم أزينا باعي المجروحة وللمجروح تداون أزينا باعي المجروحة وللمجروح نور قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد ثانيا غفر الله لكم ثالثا على حب الزهراء بأعلى أصواتكم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نال الله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظوم المشردين عن الأهل والأوطان سيدي ليس الغريب غريب الدار والوطني بل الغريب غريب الغسل وال كفني روحي وأرواح العالمين لك الفدا وقل الفدا يا مسلوب العمامة والرداء شهيد يا مظلوم كربلة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة خان الزمان خان الزمان نبنا فشتتنا كما يا خانت بنو صخر ببيعة مسلمين لم أنسه بين العدى وجبينه يا كالبدر في ليل العجاية المظلمين هفديك من بطل مغيب إن سطى يا لف الجموع مؤخرين بمقدمين الشحم وأنمته إلى البسالة هاشم والشبل للأسد المجرب معجور ينتمي حتى إذا ما أثخنوه بالضبع حتى إذا ما أثخنوه بالضبع ضربا وفي وسط الحف يا إيرت قد رميش سووا مسلم عقيل جاءوا بك إلى ابن زياد فيه فمذرع يا للقصر وعفعه غير مسلم ماذا قال قال اصعد به للقصر وارموا جسمه ومن الوردين اخضب بالدم يا يا إلى أن قال صعد بخيل القصر وهو متبل يتجرد دماغ من الجوارح والفم دفعوه من أعلى الطمار إلى الثرر فتكسرت منه حلايا الأعظم مسلم يا عقلي غجمتي الفرسان والخيل قم واستعد لطراد خوم يا ابن البحال أقبل الجيش بغار تيم طفح رد وك كل الأسف للك يبط طاخر وحيد شرب بعز ميوك وشهر البت عرب ايدك نور يشيح مثل البدي بغير لو تشل تشل الليل آ قل ها يطوع وهلهلات تنخه طوع وجهت علي لا ينخط بالخاف بالخاف نوع هل جيش انه تكثر بعاني جموع لازم بحس يفيين شيخ الوجل والويل يقول يا حي بطه ربط الهاشم وعدنان رواهم بفعل الفحل داحي البيبان حزب ابط وفرت من الخوف كفان لابس دوم الغنم من الضيء ومتخيل والله وين الذي ود لب اليم بشار مسلم لعذاك الفزع بالسيف دار والله ظل التهاوي الزلم يملو يسار وتزحق عليه في رسانه وتتصاغ للخيل يعز على الموالي على محب مسلم باب الحوائج يقول أحد العلماء صحيح أن الحسين كان غريبا في يوم العاشر ولكن كان معه أبو الفضل العباس أقع طاشا كربلا وكان معه علي الأكبر وكان معه الأنصار وعلى رأسهم حبيب ابن مظاهر الأسدي ولكن عندما تنظر إلى مسلم ابن عقيل كان وحيدا فريدا بين الأعداء أو ما عند محامي سوى أمرأ على فوق الصدق تنادي ومسلم أيها حسين والله يا مسلم يا مسلم وين ذاك اليوم عام 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 والله يجيك عينك غارج حسين بدم عام 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 هو الله وحيد ومحهد من الناس يما كشوفك يوم صعبك نذل لا حول ولا مقوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملها وأشفق لمنها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العلي العظيم لقبول الأعمال وتعجيل في ظهور الإمام صاحب الزمان عطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد ورد في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من علامة المنافق ثلاث إذا تحدث أو إذا تكلم أكذب وإذا أتوا من أخان وإذا أوعد أخلف لاحظ مولانا هذه علامات ثلاثة إذا أصبحنا في الإنسان بعد هذا مهو مؤمن بل شنوه منافق الكذب وبالأخص إذا صار يكذب كثيرا والعياذ بالله والكذب هو عدو الله هذا ليكذب دائما هذا هو عدو الله ولا يجوز الكذب أبدا إلا في مواقع منها في الحرب مثلا عندما تحارب الفئة فئة المسلمون مع الكفار لاحظ فهنا يجوز الكذب على العدو العدو يسئل فلان كم عددكم كم قواتكم ها زين يصير يتكلم بكلام الصدق والصراحة لا لا يجوز لأنه إذا قل إحنا عددنا هكذا إحنا قواتنا هالشكل بعدين راح بالواقع يستفيد من هذه الفرصة العدو بل يقل له إذا عدده وعددهم عشرة يقل له إحنا مئة أو ألف حتى نال عدو يخاف يصير عنده رعب لاحظ ويجوز الكذب قال إذا مثلا واحد من المؤمنين يريد يصلح بين أخوين أو بين صديقين زين يروح يقول له فلان ترى فلان يحبك ويحمد بيك ودائما يجيب طاريك وهكذا يروح يم الآخر يقول له بهذا الكلام الرائع حتى شنو حتى يصلح ما بينهما وقيل على أنه الكذب أيضا يجوز في نجاة المظلوم من الظالم مولانا هذا مظلوم وانت تدري بهذا مظلوم والظالم قاعد يبحث عنه حتى شنو يقتله أو حتى يأذي زين يجيسي لك فلان هل تدري فلان أين هو زين إذا هو مظلوم وانت تدري بي وين إذا تكلمت بالواقعية وهنا لا يجوز لأن نرى هذا الظالم راح يأخذه ويقتله زين أو يأذيه ها فهنا لا يجوز بعد وين يجوز الكذب قال أحد العلماء أيضا ويجوز الكذب على الزوجة المؤذية إذا كانت تؤذي زوجها لاحظ ولذا أيها الموالي اعلم على أن الصدق بالواقع هي كلمة المؤمنين ولذا في دعاء كوميل الإمام علي بن أبي طالب يقول يا حبيب قلوب يعني ينادي الله سبحانه وتعالى بعد عليكم السلام ونقضي العهد مولاني العهد وما أدراك ما العهد افتح القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن العهد كانه ها مسؤولة دير بالك أيها الموالي إذا تواعد واحد من الخوان واحد من المؤمنين بعدين لا تنقض العهد وإذا تدرب نفسك على أنه أنت تنسي زيان اكتب أو اكتب بالنقال أو قل جماعة اللي يذكرونك بالموعد ما يصير أنت تواعد لأن هذا يصير من علامة المنافق والعياذ بالله هاي نعم إذا واحد واعد وبالأخص مثلا واحد يجي من طريق الغش كما يقول الإمام الصادق عليه السلام ليس منا من غش مؤمنا أو مسلمة زيان واحد يجي من طريق الغش يغر الناس ويقلهم تعالوا أنتم منتخبوني فبآرائكم أنا أصعد إلى المراحل العالية ها بالبرلمان أو بمجلس أو كذا وأنا راح أسوي لكم كذا وكذا الناس هم تجي تنتخب بآرائها قل هذا مصلح هذا بالواقع ينفع ينفعنا ولكن عندما يصعد بآرائهم بعدين راح ينسى المواعيد وينسى العهد القرآن شين يقول في يوم القيامة عنهم ما يرحون للجنة هذول يقول بسم الله الرحمن الرحيم واقفوهم أحسنت إنهم مسؤولون هذول ما يرحون للجنة هناك قعدهم مواقف زيان الدنيا مولانا الدنيا في حلالها حساب هذا الحلال الله راح يحاسبك عنه بيوم القيامة مو بعد الحرام ومو بعد إذا أنت تنقض العهد لاحظ ويأتي الدور إلى دور الأمانة الأمانة وما أدراك ما الأمانة الأمانة بحثها طويل جدا بحيث اختلفوا العلماء والمفسرون في قضية الأمانة قال بعضهم المراد من الأمانة الصلاة هذه الصلاة أمانة عندك يعني موقته إذا أذن المؤذن أي أذان أذان الصبح أو الظهر أو المغرب هنا لازم تؤدي هذه الأمانة ليش لأن الله موقت لك هذه الأمانة بسم الله الرحمن الرحيم أن الصلاة كانت على المؤمنين شوف ما قال ترى على المسلمين إذا أنت مؤمن تواظب على صلاتك وإذا مسلم المسلم نعم مسلم ربما يصلي صلاته بقيته ربما بعض الأحيان لا يأخرها إذا كان عنده دوام أو إذا عنده كسب أو عنده كان التجارة أو إذا كانت عنده ضيوف زين أو زين في بعض الأحيان يأخرها المسلم المسلم يأخر الصلاة مالته مالته ولكن المؤمن لا المؤمن موقت هذا القلب ماله موقت شوف لاحظ سبحان الله الصلاة تتغير بعض الأحيان صلاة الصبح تصير الساعة بالخمسة بعض الأحيان بالأربع ونص وبعض الأحيان بالخمسة اللربع وهكذا تتغير ها نعم موقت ولذا في إحدى الحروب يدخل سهم في رجل الإمام علي بن أبي طالب فجاء الطبيب لإخراج ذلك السهم من رجل الإمام الإمام ما استطاع من شدة الألم زين فقال الإمام الحسن المشتبه روحي له الفداء قال امهلوا لوالدي حتى يصلي وإذا صلى بعدين انتم خرجوا هذا السهم وبالفعل عندما أذن المؤذن صلى الإمام روحي له الفداء وجاء الطبيب وأخرج ذلك السهم من رجله لاحظ فبينما الشيعة والموالين بالواقع يعني محبين أمير المؤمنين شيعته ومحبيه نظروا إليه تعجبوا قال يا أمير المؤمنين قبل لحظات الطبيب كل ما راد يعني هذا السهم يطلع من رجلك ما استطاعت من شدة الألم الآن شلون يعني في الصلاة وانتواقف أمام الله حتى رجلك ما تحركت وإذا بالجواب شنو قال 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 حين حين الآن دخلت أمانة عرضه الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمل لها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لاحظ هنا تتبين على أن الصلاة أمانة وقال بعضهم المراد من الأمانة السلعة المتداومة اللي يعطيك هالمؤمن أي شي مثلا نأمن عندك سيارة هاي السيارة أمانة تصير عندك هل يجوز أن تشتغل فيها يصير تأجرها تخليها أجرها لا ما يصير لأنها أمانة عندك لا يجوز التصرف بها لأن هذا التصرف يصير تصرف عدواني وهكذا يمكن أحد المؤمنين بشهر رمضان مثلا شهر كامل يروح إلى بالواقع مشهد الرضا وأن هذا البيت يصبح أمانة يأمن عند واحد من المؤمنين بهذا الشهر هذا الإنسان يستطيع أن يتصرف بهذا البيت بما شاء لا ما يصير أمانة لاحظ وقال بعضهم المراد من الأمانة نفس الإنسان هذه نفسك أمانة أيها الموالي لازم أن تواضب عليها تواضب عليها من الدمار وتحافظ عليها من كل الصدمات الدنيوية لأن هذه النفس أمانة عندك وقال بعضهم المراد وقال بعضهم المراد من الأمانة النذر النذر أمانة كما أن نبي الله يوسف على نبينا وعليه أضل الصلاة والسلام نذر إلى الله سبحانه وتعالى إذا فرج عنه وأخرجه من السجن زين يسو وليمة وإذا سو وليمة يدعو الناس بأجمعها وبالفعل الله فرج عنه وهو سوى تلك الوليمة وبعد ما تمت الوليمة وذهبت الناس إلى بيوتها هبط الأمين جبرائيل على يوسف قال لي يا رسول الله المولى تبارك وتعالى يقرأك السلام ويقول أن نذرك لم يتم الله ما نقبل عجيب قال لي كيف قال لي هناك عجوزة امرأة في البيداء في الصحراء أنت ما دعتها هاي المرأة الفقيرة زين ولازم الآن ترضيه وإذا ما ترضيه اللهم ما راح يرضى وإذا الله ما رضى هذا النذر بالواقع يعني لم يتم ومو مقبول ومع أنه نبي وتدري بعد الأنبياء ما عدوا متكبر زين فذهب بنفسه إلى هذه المرأة العجوز في الصحراء وعندما وصل إليها سلم عليها ردة عليه السلام قالها يا أمت الله أذريني سامحيني أنا بالوقت لازم أدعوك إلى هذه المائدة بالواقع ما صنعت بذلك أذريني نسيت أنا وبالواقع لأنه مو من أنبياء أو للأعزم زين فقبل يوسف هو نبي الله آدم نسي زين فقلت لأني أكلت ما أكلت من هذا الطعام وهذا الطعام عندي عادي زين ولكن إني لدي حاجة عندي حاجة بل هي ثلاثة حوائج لازم تغضيها إلي وهي كانت عجوزة فاقد البصار قلت لأولى أطلب منك أن ترد إلي بصري ثم ترد إلي شبابي وبعدي تتزوجني تحير ماذا يصنع نبي الله يوسف فبينما وهو وكذلك وإذا بجبرئيل هبط من السماوات قال لأ يا يوسف هل عرفت هذه المرأة عرفتها قال لأ كلا قال له هذه زليخة وقد مر بها الزمان وأصبحت الآن من المؤمنات من أهل الإيمان زين وهي تابت إلى الله توبة نصوحة فالآن المولى تبارك وتعالى سيرد إليها بصرها وشبابها وأنت كرامة منها شنو لازم تزوجه لاحظ مولانا يدل على أن النذر أمان إذا واحد نذر لا ينسي هذا النذر ما له إذا قال نذر علي لحسينية بن هاشم أو لحسينية أمر بن هاشم أو لمسجد فلان أو نذر علي للعباس أو لأم البنين طبعا علمانا يقولون لازم هذه صيغة النذر يقراها لاحظ بعدين إذا الله مثلا يعني يطلب هو إذا رزقني الله ولدا أو بيتا أو زيارة زيان أنا بعدين أفعل كذا بصيغة النذر أو الله نطاع هذا النذر شنو رح يصير هذا النذر رح يصير أمان ولازم لازم يكتب بالوصية إذا عمل بي لا بأس ولكن أكون نذر هذا دائما يعني واحد ينذر يقول يعني أنا مثلا أنذر لوجه الله يعني كل سنة في يوم السابع من محرم لأبي الفضل عباس وليمة وهذا النذر يبقى للأبد مدام وحي بعدين إذا ابنه حب أنه هذا النذر بالواقع يعمل بي ذاك لا بأس يعني مواجب بس هو يوجب عليه لنصير أمانة وقال بعضهم المراد من الأمانة الولد أو الأولاد الولد أمانة عندك أيها الموالي ولذا لا بد أن تربيه على نهج الإسلام أي نعم على نهج طريقة أهل البيت الطاهرين كما قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أولادنا اتركوهم سبعا وأدبوهم سبعا واصحبوهم سبعة سبع سنوات تخلي الطفل تخليه براحته لاحظ خليه يلعب يطشر يكسر لأنه جاهل طفل بعد ما يشعر ولكن إذا صار عمر سبع سنوات هنا تأتي الدور أو يأتي الدور التربية لازم يعلم أصول الدين وفروع الدين ويعلم الصلاة ويعلم أصدقاء ويعلم طريق الخير بهذه السنين وبعدي يقول أبوه يتعى صلي بهذه السنين وإذا ما صلى زيان أيضا يهدد زيان يخوف هنا بهذه السنين مو إذا صار عمر بعد عشرين سنة زيان وبعدي هو ما يصلي وما قل له من أول وما رب من أول وما تعف عليه من أول وإذا صار عمر عشرين سنة وما يصلي يقول أبوه يقوم صلي طبعا بعد ما يصلي لا يصلي ولا يعتبر الصلاة عباده لاحظ من أول لا بد أن يربي بهذه على السلام وعلى الاحترام كلها في هذه السنين لي مولانا قال لأنها أمانة أمانة عندك مثل ما الله رزقك ولد لازم هذا الولد اتربيه ولازم هذا الولد يعني تعطي الأحكام الشرعية خليه يمشي على منهج الإمام الصادق عليه وضع الصلاة والسلام ولذا إذا الإنسان والعياذ بالله خلي ابني بالشوارع وخلي يصنع ما يصنع بعدين الله راح يسئله بيوم القيامة راح يحاسبه يقل لأنا رزقتك أربع أولاد أو سبعة أولاد أو عشرة والبعض ما شاء الله عنده أولاد كثيرون زين ولكن هم ربيت لك ولد لاحظ هناك بعض الناس ولد واحدا مم ربي يعني مم علم الصلاة مم علم الأحكام الشرعية مم علم الأخلاق ثم إذا كان عمره أربع تعاش إلى واحد وعشرين يقول وصحبه سبعا هنا بعد انطي الرجولية هنا بعد أنت لا تتعصب علي لا الضربة ولا بالواقع لا انطي بعد مقام مقام بأنك رجل وأنت بالواقع يعني بك الكفاية ها ولذا أيها الموالي في رواية على أن الولد نعمة والبنت شنو حسنة البنت حسنة وتثقل في الموازين من كانت له بنت نجاه الله من النار زيان إلى أن يمتد الحديث ومن كان له ثلاثة بنات وجبت له الجنة ومن كانت له أربعة يسقط عنه الجهاد زيان الجهاد يسقط عنه ولذا أيها الموالي الأمانة بحثها طويل ولكن ما صنعوا بأمانة الحسين في يوم العاشر بن المحرم يعز عليك أيها الموالي يعز عليك أيها المحب علي الأكبر وما أدراك ما علي الأكبر نجل الإمام الحسين عليه السلام شوف الله شنو مقام نطاء اللي لهذا اليوم عندما تقرأ الزيارة ماذا تقول بعد ما سلم على الحسين السلام وعلى الحسين وعلى علي بن الحسين بعدين شنو تقول أحسنت أولاد الحسين كلهم ولكن علي بن الحسين هنا هنا هناك خاصة بعلي الأكبر وعلي الأكبر هو باب من أبواب الحوائج مولانه ولذا عندما رأى الحسين عليه السلام في يوم عشوراء عندما تكاثرت عليه الرجال فكانت ليلة في الفسطاط في الخيمة تنظر إلى وجه الحسين مسرورا بشجاعة علي الأكبر ولكن بعد لحظات تغير لون وجه الحسين لماذا قالت يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله هل جرى على ولد شيء قال لها كلا ولكن خرج عليه من أخاف منه عليه زيان بعدين قالها سمعت من جد رسول الله على أن دعاء الأم بحق ولدها مستجاب زيان فتدري بعد القضية وقضية يوم عاشر عندما دخلت في الخيمة ودعات المهم الله نصر علي الأكبر ببركة دعاء ليلة فعندما رجع عندما رجع إلى الإمام الحسين عليه وضع الصلاة والسلام قال يا علي اذهب إلى أمك فإنها في الخيمة تنتظرك يقول جاء وشمها وأحبها وبكت عنده وقالت له أريد أن أودعك وداعي الأخير يعز عليك أيها الموالي حين نعم الشاعر يوصف هذه الأحوال عندما أرادت أن تودعوا في هذا الوداع أي وداع الأخير جاء يتلو داعك يا الأكبار قبل لا تمشي لها تقدر تقوم على طلاوك حتى لو بس للسلام ما لحق حليك لكن حسب قانون البلد من تريد الأم تسافير يبني زاكي الجاعد يقوم بالحال ويقبل رأس والد تل ولي قوم حب رأسي وحبك يا علي ولا حك تنار ما نوال تك يلي كبار ما إلي حق الرب ما كنت بربا كل يلي والنهار معذب كل عذاب وسغر لي كل لول يدي هب لا تصير الفكر يبني أولا يهمك هالكلام يا علي الأكبر اخبر لي وين جرح اليوجع قل لي يبيا محل صاير يا علي وخل اسمع بل شننداويك يبني وبدوان ننفعاك وبل شنشافيك رباك يبنزمزم والمقام والله غلى ما ردت الصير يا مدلول لي ما ردت هالصير سهم عليك يلي مدلل يا علي لا شنش بيدي الأكبر يا بعد قومي وخلي هاي شان النجم يبقاهم وينخسف بدر التمام اذ قل في أمان الله يبني بريت أنا ذمتك عاد هم انت بري ذمتي أو لا تقصر غير تيك اريد نتفع رجل أكبر هاي حد غيش وفت تيك هاي تالي العهد يبني هاي يولي يد الختام سألك اللهم وندعوك بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله شافي وعافي كل مريض من مرضى المسلمين أن يد حماة الدين أخوتي الحاضرين اللهم أحفظهم فردا فردا المسببين والمؤسسين لهذا المأتم الشريف اللهم أحرصهم وأحفظهم بعينك التي لا تنام من كان طالب حاجة في مجلسنا هذا اللهم أقضي حاجته وحوائجه وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات أمواتي وأمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد الله محمد صلاة ومحمد ومحمد صلاة اشتركوا في القناة